ساهمت الاليات الحكومية المتخذة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها ساهمت في اصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية لتستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقها ما بين 15 الى 30 يوما في السابق يأتي ذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كما سمحت النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الاجنبية والتي تم انشاؤها لتبسيط تلك الاجراءات لليخوت الاجنبية بالمغادرة من اي ميناء او مارينة سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء او مارينة الوصول كما تم اصدار كود موحد لانشاء وتشغيل مارينة الوصول والمواني على مستوى الجمهورية ليكون دليلا لجميع المتعاملين